السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا? عاملين ايه? رب كلكم تكونوا بخير. آآ صباح الوردة عليكم. النهاردة بقى ايه? هنجهز مع بعض الهاريسة. آآ بما ان بقى الفلفل الاحمر موجود وده الموسم بتاعه. فاحنا هنستغله. هنعمل بقى بها هاريسة. تقعد معنا طول السنة ان شاء الله في التلاجة. مش هجرى لها اي حاجة. نسمي الله كده ونبدأ في الطريقة على طول. آآ انا معي هنا كيلو آآ فلفل من الرومي ده. انا ده بحطه يعني بيدي طعم حلو كده وكمان بيكسر الحرقان الجامد اللي في الفلفل البلدي اللي هو بتاعنا الاحمر ده. تمام? الفلفل الاحمر ده بقى حزبت مسلا اتنين كيلو ونص آآ او اقل من تلاتة كيلو. قلي تلاتة كيلو يعني كل مصلا تلاتة كيلو او واربعة كيلو بتحط لهم كيلو من الفلفل الاحمر ده على حسب ما انت بتحبي. الهاريسة بتاعتك تبقى عاملة ازاي? حرقة جامد يعني بتقليلي بالفلفل الرومي. عايزها وسط كده هتعملي زي. فنسمي الله كده ونبدأ في الطريقة على طول. انا نضفت الفلفل الرومي من جوة كده الاحمر ده. انما بقى الحامي ده في ناس بتخرج البزر بتاعه. بس انا مش هخرجه لان الحرقين كله آآ في البزر ده فانا لو خرجتوا هيتبقى الهاريسة كلها بردة يعني. احنا عايزينا حامية كده وتكون ايه مش هتشاطة يعني. يلا انا مجهزة الكب بتاعتي اهي وهبتدي بقى ايه اطحن الفلفل بتاعي كويس قوي. زي ما انت شايف كده. بسم الله. ممكن لو خايفة على ايدك من الفلفل تحط تدهني دهنة زيت كده خفيفة زيت اكل عادي. هيبقى ايه مش هيأثر خلص. حبة حبة كده بلاش نحط في كمية كبيرة. علشان يتحن كويس. هشغل انا الكبابة بتاعتي وآآ هفصل علشان الصوت. شكرا لكم. شكرا لكم. دلوقتي هي اتفرغم كويس ساوي. بتاكينا نزيلها كده. الزقب في قيك. منظر ده كده هكمل الكمية بتاعتي وهرجع لك خلاص كده انا خلصت الكمية بتاعتي كلها بصي ما شاء الله لونها يجنن من قبل ما تتعامل ونعمتها حلوة هي كويس قوي. يلا بقى نقوم نكمل بقية شغلة على البطياز. نحط مع علقتين كده تلاتة زيت. ساخن الزيت. هنزل علي بالفلفل. بسم الله. بس بقى اغطيها بقى واسيبها كده انساها شوية لغاية ما تنشف من ميتها دي كويس قوي. وارجع واريك شكلها واقول لك هنحط على هيئة. بصوا هنا بقى سبتها شوية كده على النار يعني. فترحيل وكده بس ايه لسه برضو. انا عايز الميا اللي فيها دي تنشف فرص. تمام. طيب احطت لها ايه بقى دلوقتي. انا هنحط لها ملح وفلفل سود وبابريكا. وشوية سماء. السماء ده هيديها مزازة حلوة. وهيديها طعم كمان حلوة. انت تقدري تحطي فيها اللي انت عايزها. يعني نكها بالحاجات اللي انت عايزها بس. يعني حاول ما تكتريش فيها التوابل عشان طعمها ما يضطيش على الفلفل. قطل الحاجات دي كده. السماء ده بقى هيدي مزازة حلوة مع مع طعم المسكر بتاع الفلفل الرومي والحراء بتاع الفلفل الحامي. ما يديك ايه نتجة حلوة. كس كده وهسيبها برضو تكمل على النار. لغاية ما تشرف بقى شوية المية دول. كده حلوة قوي قوي بصي شربة السويل شوية اللي فيها وخلناها كده يعني ايه? قوامها حلوة قوي. هسيبها بقى تبرد وهعبيها. وهقول لك هنحفظها ازاي في البرتمال. خلاص كده خلصت اهيه. وسبتها تبرد. آآ عبيتها بقى في البرتمال. هتحتفظي بها بقى بشوية زيت كده فوق الوش. كده لو هتقعديها سنة في التلجة مش هيجرارها حاجة. هتغطيها بقى وتسيبها في التلجة. بس لو عجبتك بقى الطريقة ما تنسينيش في اللايك وتشترك في قناة لو اول مرة تشوفيها. هشوفك في فيديو جديد على الف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.